السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنحل النهاردة باست بابرز على الشابتر نمبر وان اللي هو الكاركترستيكس and living and the classification of living organisms السؤال الاول بيقولي فدي التيوب بتاعتي في البداية حطينا يست وشجر وووتر في التيوب دي وبعد ساعة عملنا الابزيرفاشن بتاعنا لقينا انه في air bubbles هنا او bubbles of gas طلع في التيوب فسؤالنا بيقولي which process cause this change gross ولا reproduction ولا respiration ولا sensitivity ايه البروسيس اللي هتخليني اشوف ال air bubbles دي طبعا respiration اللي هو c لانه respiration بيتم فيه هو عبارة عن ايه عبارة عن chemical reaction تمام؟ علشان يعمل break down لي to release a energy respiration دي بيانتج عنا في الاخر carbon dioxide اللي هو احنا شايفينه هنا على هيئة bubbles سؤال التاني بيولي which name is given to a group of individual individuals that can reproduce to produce fertile of spring الاسم اللي بنطلقه على مجموعة من ال individuals can reproduce to produce fertile of spring genus, kingdom, species and organ system طبعا species لانه ال species زي ما احنا عارفين انه هو عبارة عن group of organisms can interpret and reproduce together to make fertile of spring يبقى لازم species بتكون مجموعة تقدر تعمل fertile of spring طب السؤال التالت بيقول لي use the key to identify the animal shown in the diagram فهنا أنا عندي organism وكان السؤال بتاعي بيقول لي هو has jointed legs هو فعلا عنده jointed legs طب كم joint leg موجود more than three pairs ولا three pairs of legs ارجع اشوف الارجنزم بتاعي واشوف عدد jointed legs كم pair ادي first pair وده هنا second pair وده third pair وده fourth pair يبقى كان pair يبقى four pair of legs اللي هو لو عدتهم بطريقة تانية انه one two three four five six seven eight eight legs بتسوي ايه four pairs لانه four pair يعني two يبقى four by two يعني eight يبقى هنا هو عنده more than three pairs of legs ولا عنده three pairs of legs احنا قلنا انه فيه four pairs يبقى مش دي يبقى الاجابة بتاعت الصحيحة دي اوكي طيب هنروح للخطوة التانية بيقول لي هم more than three طب هم four pair ولا more than four pair انا لما عدتهم كانوا four pairs يبقى الاجابة بتاعتي التانية الصحيحة دي مش دي لانه هم فعلا بالفعل اربعة four pairs of legs يبقى الايدنتفيكيشن بتاعي في الاخر اللي هو ايه حيكون c اللي هو يبقى الاجابة بتاعت اللي هي ايه c اللي هو ايه ارجيرونتا يبقى الارجنزم ده اسمه ايه ارجيرونتا هنا في jointed legs more than three ولا three هو more than three لانه كانوا four pairs طب هم four ولا اكتر من four هم four يبقى الاجابة بتاعتي c تمام طب هنشوف السؤال الرابع بيقولي what is the approximate percentage of oxygen in expired air ايه اللي هو 0.04% ولا بي 4% ولا c 16% ولا d 21% اوكي اوكي البرسنتج ده اللي بيدخل اللانجز عندك بتستارك حوالي تقريبا من 4 ل 5% منه فبيطلع الاكسجين فيه الاسباير 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 كان 16% 20% 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 سؤالي تاني بيقولي دايوكسايد عشان اتفاعل على نفسي امسك الكربون دايوكسايد الاول اكيد انه الهوى اللي انت حطلعه هيكون في ايه مور كربون دايوكسايد يبقى فين المور كربون دايوكسايد ادي واحدة ودي اتنين يبقى معنى كده انه الاي والسي مش معاني يبقى انا ما بين اتنين يبقى اما يكون لس ووتر فيبر مور كربون دايوكسايد او مور ووتر فيبر مور كربون دايوكسايد طب الحل بتاعنا ايه اللي هو دي اللي هو مور ووتر فيبر مور كربون دايوكسايد وانت ممكن تلاحظ ده لو انت جيت على سطح ازاز وبدأت بلو الهوى اللي طالع منك على سطح الازاز هتلاقي فيه فيه زي غيامة كده على الازاز نتيجة اللي ايه اللي انت طلعته من بتاعتك فبيعمل على السطح اللي هو بيكون ايه اه كول زي ايه الازاز يبقى الحل بتاعي اللي هو دي طب السؤال ستة بيقول لي في البلودر ولا الكدني ولا الليفر ولا اليوريثرا البلودر دي اللي هي ايه المسانة الكدني الكلا الليفر ده الكب اليوريثرا دي اللي هي ايه اللي بيخرج عن طريقها البول اكي طب انا واحدة فيهم اولا مش هتكون البلودر ومش هتكون اليوريثرا والكدني ما بتعملش اليوريا الكدني ده عبارة عن اكسيكراتوري اه اورجان هو اللي بيخلصني من اليوريا والكرياتينين اللي هي بتعتبر ايه ويست بروداكت للميتابوليزم بتاعي انت عن طريق الاكل اللي انت بتاكله بيحصل ايه ميتابوليزم نتيجة الميتابوليزم بيانتج ايه بيانتج ايه توكسيك ماتيريال او ويست باي بروداكت الويست باي بروداكت دي منها المهمة جدا منها اللي هو اليوريا اللي بنسميها البولينا والكرياتينين دول الكلا بتاخدهم وتنقي الدم منهم وتنزلهم في اليورين اللي هو البول يبقى اليوريا ما بتتعاملش في الكيدني لا الكيدني بتخلصني من اليوريا يبقى بلدر لا الكيدني لا اليوريسرا لا يبقى فاضل مين اللي هو اللي هو يبقى اليوريا بتتعامل فين في اللي هو اوكي دي الاجابة الصحيحة السؤال بعد كده سبعة بيقول لي رات ريتس ريتس what do the two parts of this name refer to انا عندي هنا رات بتاعه ريتس ريتس فبيقول لي دول بيمثله ايه هل جينس اند سبيشيز هل كينجدام اند جينس هل كينجدام اند سبيشيز هل فرايتي اند جينس طبعا احنا عارفين انه scientific name اللي هو عبارة عن two parts بيكون من الجينس والpart التاني اللي هو ايه الاسبيشيز اكي يبقى معنا كده الاجابة الصحيحة بتاعتي اللي هي ايه اللي هي ايه فكركم بحاجة تانية انه بالنسبة لكتابة السينتيفيك نيم لازم الفيرست لتر من الجينس يكون كابيتل والسبيشيز كل اللتر بتاعته بتبقى ايه سمول لو انا بعمل برينت على الكمبيوتر بيكون الفيرست نيم والسكند نيم بيبقى ايه زي ما انا شايفه كده يعني الحرف بدل ما هو مستقيم لا بيبقى مائل شوي طب لو انا هاندرايتنج لو هاندرايتنج زي ما حكتب كده يبقى لازم حكتب ادي ر ا ت ت يو اس ر ا ت ت يو اس ولازم احط underline لو حكتبوا هاندرايتنج تمام طب السؤال تمانية بيقول لي use the key to identify the bird shown in the diagram بيقول لي toys joined by a flap of skin لو هو a toy joined by a flap of skin go to number two لكن لو الطوي سيبرت يبقى ازا عندك خلاص identification انه ال bird ده اسمه heron طب انا شوف هل هو toy joined with flap of skin ولا سيبرت اقرب كده الصورة بتاعتي هلاقي انه هنا اهي في flap of skin between الفينجر اهي واضح اهي صح اهي دي flap of skin فاذا يبقى الفينجر زي هنا مسيبرات اوكي يبقى معنا كده الاجابة بتاعت اللي هي دي طب لو الاجابة بتاعتك دي هي اللي مظبوطة يبقى لازم تروح go to number two طب يبقى روح انا ل number two طب بيقول لي peak as long or longer than the head ولا البيك not as long as the head هو بيقول المنقار اد الراس او اطول منها ولا المنقار مش اد الراس لو مش اد الراس يبقى خلاص انت وصلت ال اسمه little creepy طب لو هو المنقار اكبر او فطول الراس يبقى هتروح ل number 3 طب اشوف كده المنقار المنقار فعلا اكبر من الراس مدام المنقار اكبر من الراس يبقى الاجابة بتاعت اللي هي دي البيك as long or longer than the head يبقى لازم اروح ل go to number 3 يبقى اروح ل number 3 top of the head black ولا top of the head white لو اشوف انا top of the head top of the head black not white يبقى معنى كده ان الاجابة الصحيحة top of the head black اللي هي دي يبقى ال identification بتاعي اللي هو c اللي هو ال avocet يبقى دي هي الاجابة الصحيحة بتاعتي اكي لان انا عندي من البداية دي الاجابة كانت الصحيحة فجوتو وبعدين البيك هنا يبقى جوس ري وبعدين وصلت ال identification في الاخر سؤال number 9 هو ايه الفوتو هي جاية من كلمة photo اللي هو light tropism اللي هو جاية من كلمة like يعني like light اللي هو من محبي دو photo tropism طب ايه اتو characteristic اللي بيمثله photo tropism هل gross و nutrition هل gross و sensitivity هل movement و nutrition هل nutrition و sensitivity طب هنا photo tropism معنى كده انه الورجنزم ده لازم يدل يعمل detect detect للايت الاول ما انا عشان احب ولا ما احبش لازم اعرف واشوف الحاجة اللي انا بحبها يبقى لازم اعمل detect كلمة detect وبعدين اعمل response يبقى انا انا بتكلم على ايه على sensitivity اللي هي detect و response يبقى هنا اول حاجة sensitivity معنى كده انه الايلة والسيلة يبقى اما حاجة من ال gross sensitivity او نيترشن وال sensitivity طب phototropism انا عملت detect لللايت وبعد كده عملت respond طب respond بايه ان انا حبدأ اتحرك اوكي والحركة دي حتكون نتيجة ايه ال gross لان انت عندك هنا لو فرضنا ان الورجنزم ده planet هتلاقي ادي الاستيم لو في light هنا هتلاقي انه بدأ الاوراق او ال leaves تنمف الاتجاه ده اكتر وتتجه الاتجاه اللي جاي منه الضوء يبقى معنى كده ان الفوتوتروبيزم بتمثل ايه بتمثل gross و sensitivity ok يبقى الغروس وال sensitivity سؤال العاشر بمس في المضي هم المضي للخوان الخام یہ اخ شهر ما كان هنا الكومن نام نفس البلانت which word in these names shows that two of the planet share the greatest number of features مارش ولا باليسترس ولا فيولا ولا فيلوت لو لاحظنا هنا انه المارش لو بصينا على scientific name ودايما علشان احدد انه البلانت ده sharing greatest number of features ابوص للscientific name مش للكومن نام لو بصيت على الكومن نام احيانا لانه الكومن نام بيعتمد على المورفولوجي والاناتومي احيانا ممكن يكون مش اكورة مية في الماء لكن السcientific name هنا بيكون مور اكورة فالسcientific name الجزء الاولاني ده احنا قلنا ده الجينوس والجزء التاني ده الاسبيشيس طب بص هنا الجينوس ده مختلف عن ده لكن الجينوس هنا ده زي ده يبقى معنى كده انه ده الاتنين دول بيشتركوا في صفات اكتر من الاتنين دول لان دولة الريدي الجينوس بتاعهم مختلف لكن دولة الجينوس بتاعهم واحد بالضبط زي انه ده اسم الفوزر يعني ده الوالد اسمه محمد ودولة اسمه الاولاد فالاتنين دول بيشتركوا في نفس الاب اوكي فيبقى معنى كده ان الاجابة بتاعتي اللي هي سي اللي هي فيولا لكن ما بصش هنا هو لو بصت هنا حلاقي ده ووتر فيلوت ومارش فيلوت هقول الاتنين دول لأ ولا ده مارش فيلوت ومارش مالو برضو لأ معنى الكومة النام هنا لو لاحظت في الاتنين المتشابهين قوي الاتنين مختلفين واحد اسمه مارش فيلوت واحد اسمه وايلد بانسي يبقى هحدد على الجريتست نمبر الاتنين المتشابه يبقى ده عنده اكتر مشتركة ما بين الاتنين تمام أكتب عليه الامر الأحل المتشابه يبقى النووي المتشابه يبقى المتشابه المشابهين من المنشابه الغكوز الغكوز الغكوم الغكوز negoز وشيال سمعة هذه المشابهة إخرى المنشابه بلغة البعض المتشابه بلغة البعض A respiration and nutrition B respiration only C nutrition only D not associated with any of these الإيقوشن دي بتقول لي إيه هنا بتقول لي أني glucose plus oxygen يديني carbon dioxide ومية يعني هنا ده break down للجلوكوز استخدام الأكسوجين لكي نديني carbon dioxide ومية طب الكاركترستيك اللي فيه break down للنوترنت material عن طريق chemical reaction chemical reaction time break down ل neutral material respiration صحيح كده يبقى choice A لا choice C لا choice D لا يبقى choice اللي فاضل اللي هو choice B إن الكاركترستيك الاسوشياتي with this chemical equation is respiration اللي هو P سؤال 12 what is a correct way of naming an organism using a binomial system حنا قلنا البينوميال system ده بيدي scientific name وده internationally recognized ويبقى عبارة عن two parts part الاولاني اللي هو الجينوس والpart الثاني اللي هو species هنا أعطيني A common buttercup B ranculus acris C ranculus acris D ranculus species لو بصت هنا ده مش scientific name ده common name هنا ده scientific name وده برضو scientific name ده مش scientific name لإنه الجزء الأول آه ده الجينوس بس ال species هنا مش هعطيني الاسم بتاع ال species هو مجرد كاتب كلمة species فيبقى ايه ما تنفعش ودي ما تنفعش يبقى واحد من الاتنين دول يال B يال C طب نيجي بقى لطريقة الكتابة بتاعت البينوميال system احنا قلنا إن الجينوس بيبقى الحرف الأول capital letter اللي في الجينوس capital letter ال species بيبقى كلهم small لو لاحظنا هنا أول حاجة هتلاقي اللتر الأولاني small تاني حاجة كلهم مش italic لو لاحظت هنا الحروف straight مش italic يبقى ما ينفعش ده هنيجي باختيارنا اللي هو C ليه هتلاقي أول letter من الجينوس capital ال species كلهم small اللترز كلها italic يبقى ال choice ال correct C سؤال 13 بيقولي زيديغرام شوز التعليف ا State ايضاقي ال الBER اللي هو هند اعضب في الليoto يا اتحال الن sowie وليف واي بيس لو لاحظت هنا الليف عبارة عن وان تو سري فور فايف سيكس سبن ايت ناين تن اليف توالف سيرتين اوكي وهو بيقول لي ان دي اليف مش كل واحدة من دول ليف لان هنا بيقول لك زا دايجرام شوز اليف يبقى معنى كده ان كل دي عبارة عن ليف واحدة ولو لاحظت هنا هي متكونة من حوالي 13 جزء او 13 بيس يبقى معنى كده ان الليف هنا نوت وان بيس الليف ان مورز هان وان بيس اوكي يبقى لازم نقرأ السؤال كويس يبقى هنروح على الاختيار بتاعنا ده طب بيقول لي الليف اجز سموز ولا الليف اجز جاجد لو لاحظنا هنا هنلاقي انه الليف جاجد مش سموز لو سموز هتبقى عاملة كده سموز لكن هنا هي جاجد مش شاكلت يبقى ازا هيكون اختياري مش ده هيكون اختياري ده لما اوصل هنا هبصى لاقي انه هنا عملت ايدنتفيكيشن اللي هو دي اوكي يبقى الاختيار الصحيح اللي هو دي لان هنا عندي دي وان ليف كون من اكتر من وان بيس والليف جاجد مش سموز طب هنا السؤال ده 14 يظهر تظهر بعض الهوارات وطموعة من الفترة جديدة واحد اشتركت المنزل واحد اشتركت المنزل من المنزل نعم اشتركت المنزل من المنزل 1 و 3 ولا 1 و 5 ولا 2 و 4 ولا 2 و 5 طب ما وانا لازم اعرف الاول المونو كوتاليدونز ايه الفيتشورز بتاعتها احنا نختصرها مونو كوت الليف بتاعت المونو كوت احنا عارفين ان هي تبقى طويلة تبقى طويلة اوكي والبرانشنج بتاعتها الفينز التانية بتبقى براليل للمين فين صح يبقى معنى كده انه 1 دي مونو كوت مش اتنين لان لو لاحظت هنا انه اتنين الورقة بتاعتها كبيرة مش طويلة والبرانشنج هنا مش براليل للمين فين لكن لو بصت هنا هلاقيها طويلة وهنا الفينز التانية براليل للمين فين يبقى معنى كده 1 يبقى معنى كده انه اتنين واربعة دولة لا اختيار سي لا واختيار دي لا يبقى عندي اما واحد وثلاثة او واحد وخمسة حنبص على ثلاثة لان ما انا كده احنا هنا كمان كانسلنا اربعة يبقى حنبص على ثلاثة وحنبص على خمسة بنلاقي ان البتلز البتلز بتاعت المونو كد بتكون 3 or multiple of 3 طب لو لاحنا لاحظنا هنا هي واحدة هنا دي برضو دي ليف وهنا هنلاقي انه الفينز برانشين اوكي دولة تو فلاور اللي فيهم البيتلز هنا دولة فور فدي داي كوت هنا احنا قلنا بتبقى سري اور مالتبل وفي سري يعني سري سكس اوكي لو لاحظت هنا دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بمعنى كده ان اجابتي انا واحد وخمسة اللي هي اللي جابه لي بي سؤال نمبر 15 the list shows the scientific names for eight animals using the binomial system هنا عندي eight animals سؤال بيولي which two animals are most closely related عشان يبقوا closely related يبقى لازم اللي اتنين يكونوا من نفس الجينس يبقى بص هنا ادي عندي الاسم الجينس وهدي الاسبيشيس ادور على الجينس اوكي فهنا اعطيني الدريا والاسترو مينس والارينيكولا كريستاتا والارينيكولا مارينا لو لاحظنا هنا ايه المتشابه في الجينس هنا هنلاقي الارينيكولا كريستاتا والارينيكولا مارينا ليه لان الارينيكولا الاتنين نفس الايه نفس الجينس لكن لو لاحظت الباقي كله مش نفس الجينس الجينس مختلفة ممكن يكونوا قريبين على بعض لكن الاقرب لبعض الاتنين دول لانه هي لو بصينا انه الفاميلي اوكي ممكن يبقى فيها اكتر من جينس اوكي والجينس هيبقى فيها اكتر من اسبيشيس فحتلاقي دولة لانهم من نفس الجينس اقرب من الاتنين جينس لبعض تعمين علي ازاي؟ يبقى بسهولة جدا ادور انا الاول على الجينس نيم على ان الجينس نيم يكون لاتنين شبه بعض فين الاتنين اللي شبه بعض في الجينس اللي هم الارينيكولا يبقى معنى كده انه الاجابة بتاعتي هتبقى بيه ارينيكولا كريستاتا وارينيكولا مارينا دولة الاتنين اقرب لبعض نعم يقول حudありがとう يقولك هرilleurs مواكولا كل ما هذه الأنواهة التي تظهر الماء متعامل المرسل من التجرب الجنس من يملكة الماء يبةر للغاية بيقول لي لو هي فور بيتلز ولا فايف بيتلز هم فور فبيقول لي لو فور روح لاتنين لو فايف روح لتلاتة طب هي مش فايف هي فور يبقى روح لاتنين عادي اتنين بيقول لي لو تو ستاميناز يبقى انت كده عرفتها ب فاميلي ايه لو فيها ستة ستاميناز يبقى انت عرفتها اوكي ايدنتفايد خلاص بالفاميلي بي طب هم كم ستاميناز ادي وان تو سري فور فايف سكس اوكي ادي وان تو سري فور فايف سكس سكس ستاميناز اوكي يبقى هم مشتو يبقى هم ايه سكس اوكي يبقى معنا كده انه انا الايدنتفاكيشن بتاعي انه دي بلونج تو فاميلي بي اوكي فاميلي بي سوال 17 سوال 17 لا يمكن أن تكون إكسكريشن لأن إكسكريشن اللي هو إيه اللي هو الريموفل of waste product. والغروس دي اللي هو الانكريز in cell size أو cell number. والريبروداكشن اللي هو إيه give more of same kind. هي بفضل إيه لا إكسكريشن ولا غروس ولا ربروداكشن تبعى sensitivity. اللي هو detect و respond. هي detect in the is a predator. respond أن هي ثابت له الديل ومشيت. يبقى إيجابة تعيثنا ليس sensitivity. سؤال التين زا دي جرام شوزا كي فور فايف برتبريت. which class of does W belong. فهنا لو لاحظت انه W جاي من اين جاي من اولا الفرتبريت ده has no legs. وهاز no feather. وهاز no scale. يبقى. no feather يبقى ما ينفعش يبقى بيرت. legs يبقى ما ينفعش. هاز legs يبقى ما ينفعش يبقى فيش. يبقى أنا كده ايه? شلت البيه. وصيه ليه انه. لو بصينا على التقسيمة ماشية منين? has legs. has no feather. has no scale. has legs. يبقى ما ينفعش ليه الفش. has no feather. يبقى ما ينفعش البيرد. has no skills. يبقى ما ينفعش كمان ليه? الريبتايلز. يبقى هي ايه? الامفبيانز. يبقى. WD. وهي الام. فيبيانز. طيب لو بصينا على البعيين ال V وال E وال T. has legs. يبقى ممكن يكون ايه? امفبيان بيرتز. ما ينفعش فيش. has no feather. يبقى كمان ما ينفعش انه يكون. بيرت. has skills. يبقى ما ينفعش يكون. امفبيان. يبقى ال V هنا دي. دي عبارة عن الريبتايلز. يبقى هنا دي عبارة عن الريبتايلز. دي الاجابة بتاعتنا الصحيحة. هنا ال V ده الريبتايلز. نشوف ال U. has legs. يبقى ما ينفعش الفيش. has feather. يبقى ما ينفعش الامفبيان ولا الريبتايل. اللي هي هتبقى ايه? الbeerز. يبقى اليو هنا ايه? الbeerز. طب لو جينا على T. بيقول لي has no legs. مين في دول? الامفبيان مش هتنفع ولا الbeerز ولا الريبتايل. يبقى هتبقى ايه? الفيش. يبقى هنا الريبتايل ايه اللي هو الفيش. اوكي. يقول لي is a diagram shows an animal who scientific name is ratus ratus? which genus does it belong to? mammals? ولا ratus? ولا ratus? ولا vertebrate? خلي بالك هنا بيسألك على الجينس. بيسألك مش بيسألك على الفيش. المهم بتاعه ايه? فانا عندي هنا scientific name بتاعه. الجزء البارت الاولاني ده اللي هو الجينس. والبارت التاني ده اللي هو the species. يبقى الجينس بتاعه اللي هي ratus. يبقى ايه? يعمى b يعمى c. طب مين فيهم الصح? احنا عارفين ان الجينس لازم يكون the first letter upper case. يبقى معنى كده ان b ما تنفعش لانه مكتوبة غلط مكتوبة الحرف الاولاني small. يبقى اذا الاختيار الصحي بتاعي اللي هو ايه? c. اوكي? what are the characteristics of bony fish? maintain constant temperature, body temperature, external ears present, jelly covered eggs, scales. ايه الكاركترستيك بتاع البوني fish? هل هي maintain constant temperature وعندها external ears? ولا maintain constant temperature بس هي في جيلي covered eggs لي? جيلي covered eggs وعندها scales? ولا عندها بس external ears present? ولا لي? جيلي covered eggs وعندها scales? ايه الكاركترستيك بتاع البوني فيش? تبقى لي? جيلي covered eggs. اوكي? وعندها scales. لكن ما فيش لا external ears ولا maintain constant temperature, body temperature. اوكي? يبقى الاجابة الصحيحة بتاعتي اللي هي الدي. سؤال بعد كده. what are the features of the leaves of a planet that is idio cotyledon? اللي هو dicots? هل? برود leaves برود leaves برود leaves بس بس ولا برود leaves ولا لا هي برود ولا فيه برود leaves الديكوتز لو احنا فكرين هلا ايها عاملة ايه الفينز بتاعتها عاملة ايه نتوورك اوكي? اوكي برود ولو لاحظنا كمان في الرسمة انا اللي احنا بنرسامها دي انه اللي فرود يعني كبيرة وفيه الفينز عاملة نتوورك. تمام? يبقى هي برود ليفز بس مش بارلل. يبقى ايه الاختيار الصحيح برود ليفز لكن مش بارلل. يبقى اختار الصحيح اللي هو الايه? البي. يبقى عشان. هرسمها لكم تاني. علشان نفتكارها. هلاقي انه الفينز بتاعتها عاملة نتوورك بالشكل ده برود. يبقى الاجابة الصحيحة بتاعتنا اللي هي بي. تمام? علشان حاجتين. انه ليف برود ليف نتوورك نتوورك. تمام? هنكتفي لحد كده من الباص بيبرز وحنبقى نكمل الباقي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اه فجود لك وريد تعمل له اه ليك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.